الحدية عشر صباحا بتوقيت القهرة التاسعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم لجان الاضطراع على مستوى جميع المحافظات أعملها لليوم الثاني على التوالي في استقبال الناخبين راقبين في الإدلاء بأصوتهم في الانتخابات الرئاسية التي تجرى تحت إشراف قضائية يستمر التصويت حتى التاسعة مساء فيما حددت الهيئة الوطنية الانتخابات يوم الثالث عشر من ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة كما حددت الهيئة عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصوتهم التي يبلغ عددها نحو 11.631 لجنة بداخل 9.376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية عقدت الهيئة الوطنية الانتخابات مؤتمرا صحفيا حول آخر مستجدات سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية وتابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية الانتخابات المستشار أحمد بنداري عبر الفيديو كونفرنس سير العملية الانتخابية في عدد من اللجان في مختلف المحافظات توافد عدد كبير من النخبين في طوابير انتخابية كبيرة أمام لجنة النادي الأهلي لتصويت على الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني للعملية الانتخابية وتم تخصيصه ثمانية عشر مركزا انتخابيا وإحدى وأربعين لجنة فرعية في حي إمبابا لاستقبال ثلاثمائة وتسعة وثمانين ألفا وأربعمائة واثنين وثمانين ناخبا مقيدا بالجداو الانتخابية بالحي يتوافد الناخبون على اللجان الانتخابية في مدرسة الخديوي إسماعيل في حي السيدة زينب للإدلاء بأصواتهم الانتخابية باليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية الفين أربع وعشرين تعد هذه الانتخابات هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهد البلاد في تاريخها الحديث تكتسبه انتخابات الفين أربع وعشرين أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية في مسار الدولة نحو التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية والتنفسية السياسية أعلن ديبلوماسيون بالأمم المتحدة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة تصوت غدا على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة وقال الديبلوماسيون إن مشروع القرار تم تقديمه من عدد من الدول بعد الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة باستخدام حق النقد الفيتو ضد مطلب مماثل في مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية وقد اعتمدت الجمعية العامة قرارا في أكتوبر بتأييد مائة وواحد وعشرين صوتا مقابل أربعة عشر صوتا رافضا وامتناعي أربعة وأربعين عن التصويت يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدمة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية عم إضراب شامل الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع حراك عالمي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم السادس والستين على قطاع غزة وبالمجازر التي اتكبتها قوة الاحتلال بقصف منازل المدنيين الأمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء شل الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية مناحي الحياة كفة وأغلقت الجماعات والبنوك والمصارف والمحال التجارية وسط دعوات جماهيرية شعبية إلى الاستمرار في فعلية المواجهة مع الاحتلال بحث وزير الخارجية الجازائري أحمد عطاف مع رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالله الرحمن الثاني تطورات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر جاء ذلك خلال لقائهما على هامش أعمال منتدى الدوحة حيث تم بحث ما أفرزته النقاشات من أفكار تؤكد حتمية التعامل مع الأزمة الفلسطينية في إطارها الأوسع عبر التصدي للمخاططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض حتمية التسريع في إقامة الدولة الفلسطينية لإنهاء الصراع برمته مشاهدين وصلنا لختم هذا الموجز من التلفزيون المصري نشرككم على طيب المتابعة وإلى اللقاء